قال وزير البترول طارق الملة أن الإجماع الكبير من الشركات الأمريكية والعالمية على اختيار قرار الدخول للسوق المصرية يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار في قطاع البترول في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لستيفن وينبرج مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشؤون الطاقة الأحفورية وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مصادر الطاقة حيث تم بحث أنشطة شركات البترول الأمريكية العاملة في مصر أشار الملة إلى أن القيادة السياسية ترحبت بالطلب الأمريكي بالانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب دائم إضافة إلى ترحيب الدول الأعضاء بذات الخطوة فيما أكد وينبرج أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بالمنطقة خاصة في مجالي الغاز الطبيعي والكهرباء